السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا في فيديو جديد. في موضوع هذا الفيديو سوف يكون على عشرين سفقات تمت رسميا خلال الانتقال الصيفية كأول جزء من هذه السلسلة. قبل البداية فالتفاصيل والدخول في صلم وضوء التعرف على السفقات. اتمنى منكم ان لا تنسى الاشتراك لك للفيديو سلقاك الجديد ونبدأ عملك الله في التفاصيل اكتر والتعرف على هذه السفقات. انتقل الاسطورة الارجنتيني ليون ميسي من نادي باريسان جرمان الفرنسي الى نادي انتر ميامي خلال الانتقال الصيفي الحالي. وانتقل بالشكل المجاني بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي الذي دام لموسمين مع بطل الفرنسا باريسان جرمان. ليون ميسي يغادر اوروبا في تجاه امريكا. انتقل الدول الفرنسي انجولو كانتي من نادي البلوز الجيلسي الى نادي اتحاد جدا السعودي بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق الانجليزي البلوز. وانجولو كانتي انتقل رسميا الى الدول السعودي ليغادر كذلك اوروبا في تجاه السعودية. وكذلك انتقل الدولي الفرنسي الاخر كاريم بن زيمان اوسترس ريال مادريد من نادي المرينج ريال مادريد الى نادي اتحاد جدا السعودي بالشكل المجاني بعد نهاية عقده مع الفريق وانتقل رسميا الى صفوف اتحاد جدا في الموسم القادم على مستوى الدولي السعودي. كذلك ريال مادريد حسمت صفقة الدولي الانجليزي جوت بيلينغام من بروس دوتمون بقيمة قدرات بمية وثلاثة مليون يورو كقيمة الصفقة وكاغلى صفقة في هذا المركز لحد هذه السعوة من انتقل انجليزي بيلينغام من بروس دوتمون الى المرينج ريال مادريد. وكذلك ريال مادريد حسمت تعاقد مع الدولي التركي اردغول من نادي فنرباقشا التركي بقيمة قدر اسبعشرين مليون يورو كقيمة للصفقة وكقيمة منتقل الدوليات التركي اردغول من نادي فنرباقشا الى نادي ريال مادريد في الموسم القديم كموهبة جديدة للصفوف الميرنجي. وكذلك انتقل الدولي الالماني الكاي جوندوغان من نادي ماشيستر سيتي الى نادي بارشون الكاتالوني بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق الانجليزي. كاي جوندوغان قدم موسم السيتناي مع فريقه وانتقل بعد انتهاء عقده مع الفريق الانجليزي الى الكاتالوني. وكذلك انتقل الدولي الاخر الاسباني مارتينيز لاعب الى بارشونا بشكل مجاني بعد سنهاية عقده مع الفريق الباسكي في انتهاء الموسم الحالي. متافع جديد ينضم الى الكاتالوني بارشونا في هذا الملكات الحالي قادم من نادي اتلاتيكو بلبا. وكذلك انتقل الدولي الارجنطني بطل العالم ماكاليستر من نادي برايتون الى نادي ليفربول بقيمة قدرت بخمسة اربع مليون يورو كقيمة للصفقة اللاعب الذي قدم موسم استهدنائه لا على مستوى كاس العالم ولا على مستوى بطولة الدولي الانجليزي مع فريقه برايتون. وكذلك حسم صفقة اللاعب المجاري من نادي ليفزيك الى نادي ليفربول بقيمة قدرت بسبع مليون يورو للاعب قدم موسم جيد مع فريق الالماني واستطاع ليفربول حسم الصفقة بسبعين مليون يورو كقيمة للصفقة وكقيمة لانتقال اللاعب من نادي ليفزيك الى نادي ليفربول. وكذلك حسم ارسونال صفقة اللاعب الالماني كاي هاورس من نادي البلوز تشيلسي الى نادي ارسونال بقيمة قدرت بسبعين مليون يورو كقيمة للصفقة وكقيمة لانتقال الدولي الالماني كاي هاورس من النادي البلوز تشيلسي. النادي ارسونال في الموسم القديم. ليكون مع النادي لوندني الاخر. كذلك ارسونال استطاع تتوقع مع اللاعب الانجليزي ديكلر رايس بصفقة خيالية قدرت بمئة مليون يورو قادما من ويستهان. اللاعب الانجليزي قدم ونسم استثنائي مع فريقه وانتقل رسمي النادي ارسونال في الموسم القديم ليكون معه على مستوى الدولي انجليزي وبطول الدولي بتاع اوروبا. كذلك نادي ماشينيستر هسمى استفقة الدولي انجليزي بقيمة قدرت بخمسة وستسين مليون يورو قادمة من البلوز تشيلسي في آآ الموسم الحالي. اللاعب ينتقل رسميا الى صفوف الشيطن الرحوم للموسم القديم مقصر بن نادي البلوز تشيلسي. كذلك نادي ماشينستر سيتي استطاع حسم استفقة اللاعب آآ اللاعب الكرواتي كوفازيج من نادي البلوز تشيلسي إلى نادي بقيمة قدرت بخمسة وعشرăm مليون يورو كقيمة انتقال اللاعب الكرواتيكو فزيت من البلوز تشيسي الى نادي ماشي ستيتي لتعود راحل كاي جوندوغان. كذلك نادي تشيسي حسم صفقة اللاعب. ان كونكو من نادي لايفزيك بقيمة قدرت بالستين مليون يورو كقيمة بانتقال اللاعب الفرنسي ان كونكو من نادي لايفزيك الالماني الى نادي البلوز تشيسي في الموسم القديم كواحد من السفقة السالكو بربر instructive اللاعب الكروز في هدا الانتقال الصيفي. كذلك نادي الاهلي السعودي استطاعت تسوقه مع الدولي البرازيلي روبيرتو فرمينو بشكل مجاني بعد ان يسعق ده مع ريات ليفربول مع انتهاء الموسم الحالي روبيرتو فرمينو اندم الى نجوم الدولي السعودي في الموسم القديم ليكون حاضر على مستوى الدولي السعودي في الموسم القديم كذلك نادي تطنهم استطاعت تسوقه مع الدولي انكليزي ممدسون قادمة من ليستر سيتي بقيمة قدرات 540 مليون يورو كقيمة بانتقال الدولي الإنجليزي ماديسون من نادي ليستر سيتي إلى نادي توتنهام ليستر سيتي هبط إلى الدولي الدرجة الثانية في موسم كاريتي لهذا جعل اللاعب ماديسون يرحل عن الفريق انتر ميلان حصف التوقيع مع اللاعب ماركو ستورام من نادي بروس كامونشينج لاتباخ إلى انتر ميلان بشكل مجاني بعد أن يتعقده مع الفريق الألماني استطاع انتر ميلان خطف الصفقة من عدة أندية أوروبية لينضم اللاعب ماركو ستورام إلى انتر ميلان كذلك الغريب التقليدي نادي ميلان استطاع التوقيع مع الدولي الإنجليزي لوف توتشتيك من نادي البلوز تيليسي بعد نهاية عقده بالشكل المجاني لينضم الإنجليزي لوف توتشتيك إلى الكابير الإيطالي ميلان للموسم القديم بالشكل المجاني القادم من البلوز تيليسي في الموسم المقادم كذلك الدوري الجزائري استطاع انتقال إلى نادي بوروسا دوتمون قادم من نادي بوروسيا منشنك للباخ بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق الألماني الآخر بعد خمس سنوات قضاها داخل نادي هو ينتقل إلى نادي بوروسا دوتمون في الموسم القادم وحي من أكبر الأندياء الألمانيان وكذلك نادي باريس جرمان استطاع التوقيع مع الدول الإسباني ماركو أسوسيو بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الميرينجيريا المدريد في انتهاء الموسم الحالي أسينسيو انتقال إلى نادي باريسان جرمان قادمة من الميرينجيريا المدريد في انتهاء الموسم الحالي طبعا نادو كوس مدينة في عشرين صفقة تمت رسميا على المستوى الأوروبي وكانت أقوى الصفقة التي تمت في هذا الميركاتو والذين أغلى صفقة تمت هي للعب جود بيلينغهام بقيمة قدرت بمئة وثلاثة مليون يورو والصفقة الثانية هي للعب دي كلار رئيس بقيمة قدرت بمئة مليون يورو بانتقال من ويستهام إلى أرسنال طبعا هذا وكوس مدينة تمنى منكم لا تنسى الاشتراك لا تنسى الاشتراك للفيديو سلكك الجديد